مشيت من الاهلي ليه؟ حد يقعد قدام كابتن محمود الخطيب يقول له أنت قاعد قدام إبراهيم سعيد لا ما قولتش كده هي تقلت كده طب اشرح لي ووضح لي على فكرة خد بالك أنا يعني والله بجد الموضوع دايما وصل لمرحلة ودي من ضمن الحاجات المشاكل للنادي الاهلي مرت بيا مع النادي الاهلي كانت الأمور دايما خلاني اتكلم من فيه ناس كثيرة جدا كانت فيه غيرانين على الشعبية اللي أنا كنت فيها في نادي الاهلي ودي ما ننكرهاش وانا واحد من الناس ما ننكرهاش غيرانين على ولا من؟ غاروا منك فالأمور ابتدت توصل لمرحلة من التوقيع فيه ناس ما كانتش حابة ان انا وصلت للشعبية دي يمكن الشعبية اللي وصل لها تقريبا كان هم تلقت أشخاص منهم كابتن محمود الخطيب محمد ابوتريكا أعوذ بالله من كلمة أنا كان حسام حسن إبراهيم حسن ففيه بعض الأسماء كان ليهم ودي ما تقللش من اللعيبة اللي في موجودة في النادي الاهلي فيه لعيبة وصلت لمرحلة من الشعبية جارفة زي الحمد لله الحمد لله أتشرف ان انا واحد منه تمام؟ يعني أتشرف ان انا واحد من ضمن العدد القليل مش كتير لان فيه زي النادي الزمالك فيه رموز عامل شعبية جامدة جدا وما زالت دلوقتي الناس بالنسبة لهم هو الشعبي غير اللاعب لعب نادي الزمالك وفيه فرق بين لعب نادي آله وفيه فرق بين شعبية تلاعب جوه النادي الحمد لله أنا واحد من الناس اتسابت الشعبية دي جوه النادي الاهلي وكانت شعبية الحمد لله شرف ليا ان انا وسلت المرحلة من الناس يعني اول تدريبة ليا مثلا عودتي للأهلي الحمد لله استادي التشي ده كان متقفل فدي ما حصلش غير مع كابتن محمود الخطيب تمام؟ هنرجع للموضوع الكلمة اللي تقلت او تحرفت على لسان هنرجع بقى لكابتن محمود اولا انا بحبه جدا ودي حقيقة مش مجاملة لا انا عرفت خلاص انت بتقول الكلام زي ما هو اه انا غسمن عني فهو الموضوع وصل انا طبيعي ممكن على فكرة لما رد الفعل بتاعي اخد بالك برضو انا كنت سن صغير مش كبير انت قلت بس ما كانش قصدك المعنى الوصل مش مقصودة بالمعنى اللي هو وصلت للإعلام ودي من ضمن الحاجات اللي عملتلي مشاكل على فكرة برضو خلاني اتكلم ان قيمة كابتن محمود الخطيب بقيمته وبشعبيته وبجماهريته لما توصل بالشكل اللي تقال مش حالك اللي تقال او توصل لمرحلة ان بعد التسخنات اللي هو هي بتقال ايه اسفين اسفين طبعا كلنا عارتين اسفين هو الكلمة دي فوصلت للإعلام فطبعا دي طبيعي انا كنجم كبير وكرمز من رموز النادي الاهلي او من الزمالك لما حس ان في مثلا طفل ولد صغير مثلا لسه ناشئ فالموضوع وصل نحي علامات دي فطبيعي ان انا هزع كبر الموضوع فالموضوع ابتدى يكبر ان ايه يعرفك لما بنتي واغدة على خاطرك فانا شي طبيعي فانا لما حصلت لغة الكلام ولله ما كان اقصد خالص انا لما اتكرمت كلمة طبيعي يعني 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 عارفه لا تعملت بطريقة الاخوية انا بخد بيك انا ميش اخويات فلما بتعمل دايما مع الناس بتعمل بأخوية مش بتعمل بأخوية انا محبش الرسميات انا محبش الرسميات يعني الطريقة الرسمية انا مبيحبهاش أنا أحب أتعامل اللي هو الفرندي واخد راحتك برافو عليك فلما حصلت الموضوع ابتدت توصل للإعلان فهو وصلت بشكل وحش والحد دلوقتي حتى وحلو إن إحنا وضحناه عشان الناس ما تقولش بنقلف القديم إحنا بنوضحها حاجة بالعكس عفكرة مش كويسة اتخذت عليك من بنوضحها طب خلينا